أنا كنت عايش في الضياع كنت عايش في الظلمة كنت عايش في كل أشكال وأنواع الخطيئة كنت بعيد عن الرب مع أنه اسمياً اسمي مسيحي ولكن حقيقةً كنت لا أعرف المسيح كيف حصل هذا التغيير؟ وطبعاً هذا السؤال كان من أصدقاء كثيرون أصدقائي أنا شخصياً إحنا منعرفك ومنعرف مضيك شو اللي صار معاك؟ شو اللي حدث معاك؟ باختصار أحبائي أنا كنت عايش في الضياع كنت عايش في الظلمة كنت عايش في كل أشكال وأنواع الخطيئة كنت بعيد عن الرب مع أنه اسمياً اسمي مسيحي ولكن حقيقةً كنت لا أعرف المسيح فيستغربون ماذا حصل معك؟ اللي حصل معاي هو بكلمة وحدة النعمة النعمة هي عطية الله المجانية التي لا نستحقها لم نعمل لأجلها لا نستاهلها يعني مهما تحاول يعني استحالة أنك ترضي الله لأنه مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه ثم أحبائي مكتوب في رسالة يعقوب من حافظ كل النموس كل الشريعة وعثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل بتقول لي طب ما الحسنات يذهبن السيئات مش في المسيحية في المسيحية الله قدوس عيناه أطهر من أن تنظر الشر لا شر ولا شبه شر ولا يدخل السماء شيء نجس الله لا يستطيع أن ينظر إلى أي شيء نجس فإذن ما فيش اسمه خطية مميتة خطية عريضة خطية الفحشاء أو الفجور أو الخطية الأصلية أو الخطية العرضية أو الخطية ممكن بسيطة كذبة بيضة كذبة معينة بالنسبة لأ الله خطية هي ضد الله الغير محدود عقابها غير محدود فلحل هذا الإشكال وهذه المعدلة أن الله رتب الفداء قبل خطية آدم وحوام رتب الفداء حتى أنت وأنا لا نهلك وذلك عن طريق التجسد أن المسيح جاء في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً مولوداً من امرأة من مريم المطوبة القديسة العذراء مولوداً تحت النموس اللي تم من نموس بالكامل ولا أي خطأ فيه ولا أي عيب لأنه هو حمل الله الكامل الكامل بلا عيب الذي يرفع خطية العالم جاء أحبني وأخذ مكاني واستطاع أن يرد المطالب الإلهية والعدالة الإلهية غطى وسطر عيوبي وخطياي هذا ما حدث معي إخوتي وأخواتي تغيرت حياتي وهذا التغير كان واضح من ثلاث علامات أولاً ابتديت أشهد عن يسوع المسيح مباشرة طب إن برح من ساعات كنت عايش في الخطية وأتلزز بالخطية وأتمتع بالخطية في لحظات لو موت كنت أدرك كل الإدراك أنه أنا راي على الجحيم ولكن لحظات أخرى تغيرت حياتي بشكل ثوري لدرجة لم أستطع أن أحتفظ بهذا الاختبار لنفسي أردت أن أشارك الآخرين ما حدث معي كيف الرب غير حياتي العلامة الثانية أحبائي الرب وضع في قلبي محبي غير عادية تعرفوا إحنا في الأراضي المقدسة كل الناس بتربى على الكراهية ولسية ما أنا شخص يعني لم أرى أهل أمي كانوا عايشين بحيفة في حرب التمانية وأربعين راحوا على لبنان وطبعاً لم يستطيعوا أن يرجعوا فالبيوت والأرض كلها اتخذت فطبعاً شيء طبيعي يعني لما كانت الولد تقول أنا كنت ساكن بحيفة وبيتنا قريب على جبل الكرم الجبل الكرم المذكور في الكتاب هو يعني أحسن منطقة في العالم وأجمل بقعة في الأرض واليوم غير موجودة فطبيعي الشخص بيتربى على الكراهية والعداء ولكن بالأمانة عندما سكن الروح القدس قلبي والرب يسوع غير حياته صار عندي محبة لا أستطيع أن أستوعبها لا أستطيع أن أفهمها أو أعبر عنها وكل ما أقول أنه تغيرت حياتي من العداء والكراهية إلى المحبة حتى الأعداء ودليل على المحبة اللي غيرتنا حبائي الرب أعطاني رؤية لأول شخص في العالم العربي يبتدي أول برنامج تلفزيون مسيحي باللغة العربية لأنه عاوز الرسالة تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس تختبر محبة المسيح هذه السنة منحتفل أربعين سنة على خدمة نور لجميع الأمم تخيل معي أربعين سنة رأينا ملايين أو خلينا أقول يمكن بطريقة متحافظة مئات مئات الألاف اللي أعطت حياتها ليسوع المسيح وتغيرت ليه أحبائي بسبب المحبة وأريد أن أقول في هذا الصدر ليه أنت بتبشر بتبشر المسيح والمسلم وكل البشر دائما بيسألوني طب بشر جماعة تانين تعرفوا أحبائي أريد أن أقول إذا أنت فعلا اختبرت النور واختبرت الحق وإذا أنت فعلا تغير حياتك وإنت مدرك كل الإدراك أنه فعلا أنت كنت هالك بعيد عن الرب وأدركت أنه الرب أعطاك حياة أبدية ويقين وضمان الحياء الأبدية عارف أنا لو هاي اللحظة مت عارف مصيري أنه رح أكون مع يسوع المسيح أكون أكبر مجرم أكبر مجرم أكبر مجرم في كل هذا الكون إذا ما كرست حياتي أنه أخبر عن كل واحد بيشاهدني أنه الرب يحبك الرب يسوع مات لأجلك وعك تسمع أخبار يحطه في رأسك وفي عقلك أنه المسيح لم يمت بدون أي دليل بدون أي برهان بدون ما يتعب نفسه أن يقرأ بدون ما يصلي بدون ما يطلب وجه الرب وبيقودوك القيادة عارفين عارفين مشان هيك بيمنعوك عن قراءة الكتاب المقدس بيمنعوك لألا تكون لك حياة أبدي وعك تسمع أنا يعني بخبرك بكل أماني تغيرت حياتي وأنا كنت بعيد عن الرب أنا هون بتكلم مش كنت مسيح ولا كنت مسلم ولا كنت ملحد لا ما كنتش ولا أي شيء من هؤلاء الثلاثة كنت يعني لا ديني ولكن غيرتني نعمة الرب وضع في قلبي محبة إلك أنت محبة لك شخصيا أنه الرب حبك مش عاوزك أنك تهلك تهلك مش عاوزك تروح على جهنم النار على فكرة جهنم النار مش إلك معدى لإبليس وملائكته ولكن الرب وضع اختيار وضع قرار من قديم الأيام قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة اسمع نصيحة الرب يقول لك الرب اختر اختار الحياة اختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك ألم يقل الكتاب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك تنقذ حياتك تنقذ بيتك تنقذ أولادك أحفادك إلى جيل الأجيال من محبة الرب اللي وضعها في داخلي في قلبي إنه أنا عاوز أقول لك إنه الرب حبك وعاوزك ما تهلك مش عاوزك تروح على جهنم عاوزك في هاي اللحظة تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها قل له يا رب أنا أعلن توبته بتوب أمامك غيرني أنا أرجع إليك صليها قل له يا رب يسوع ارحمني سامحني على كل خطية صليها قل له يا رب طهرني من كل إثم يا رب اغسلني بدمك الطاهر الكريم ولا أي غسلات وضوءات ولا أي شيء ممكن يغسل خطيتك إلا دم يسوع المسيح اطلب من الرب يسوع قل تعال يا رب أنا أقبلك تكون ربي ومخلصي تعال أملك على حياتي سود على قلبي مش عاوزة حط الكلمات في فمك ولكن الكلمة قريبة منك لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص إذن إذا أنت طلبت يسوع تأكد أنه خطيئك مغفورة أعطاك حياة أبدية صدق أول شيء لما بتقبل يسوع رح يكون حرب على زينك وشطار رح يشوشك يقول أنت فعلا أنت مؤمن ما هواش يعني مجرد مشاعر ولكن حقيقة لأن الكتاب يعلن لما بتقبل يسوع المسيح وبتسلم حياتك ليسوع أعطاك حياة أبدية خليني أسألك هذا السؤال هل عندك حياة أبدية هل لا سمح الله لو صار فيك أي شيء هل أنت مستعد تقابل يسوع لو الرب رجع في هاي اللحظة الرب يسوع في هاي اللحظة رجع هل أنت مستعد تتقابل مع يسوع هل أنت تستطيع أن تكفل أو تضمن يوم آخر كم من الناس اللي كانت ولا على بالها مجرد في لحظة سقطت وماتت ولكن الرب مش بس بغيرك بعطيك حياة أبدية بعطيك الضمان الأبدي وبيكتب اسمك في سفر الحياة السؤال هل تريد أنه اسمك يكون أو تختبر وتكتشف يعني ما كنت صعب أترك الكلمة يوميا يوميا بالساعات أقرأ الكتاب المقدس فإذا تكتشف أنك أنت صرت ابن أو بنت للرب أنك خليقة جديدة أنه أصبحت يعني ملك المسيح عندك حياة أبدية تغيرت حياتك صار عندك ضمان الأبدية وإسمك مكتوب في سفر الحياة كلمة الله بتشجع بتبني وبتأكد لك على هذا الموضوع بتمنى من كل قلبي أنه الكتاب يكون صديقك تحب الكلمة يعني شريك أحببت شريعتك لأنها كل يوم هي لهجة تخيل لو كل اللي بيشاهدوني بيقرؤوا الكتاب المقدس أي عالم سنعيش فيه ترجمة نانسي قنقر